اهتمام كبير بالملف الامني ومتابعة ميدانية حثيثة من لدن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي منذ اللحظة الاولى لتسنمه زمام الحكومة العراقية بعد صراعات واخفاقات سياسية وامنية واقتصادية كبيرة عصفت بالبلد لفترة طويلة العمليات التي اطلقها الكاظمي من محافظة كركوك ولغاية الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين باسم ابطار العراق نصر السيادة بدعم من التحالف الدولي لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي بعد تزايد حدة هجماته على المدن العراقية في محاولة فاشلة لاستغلال ظروف الاستثنائية الا ان حس الكاظم الامني كان لها بالمرصاد من حيث الاشراف على عمليات التخطيط والتنفيذ وصولا للقضاء على اوكار الارهابيين ودك معاقلهم وتبديد احلامهم بالسيطرة على البلد مجددا وتحويلها الى كوابيسة تكبح ساديتهم في القتل والتدمير ومع استمرار عمليات ابطار العراق اعلنت قيادة العمليات المشتركة نتائج المرحلة الثالثة للعملية على لسان نائبها الفريق الركن عبدالامير كامل عبدالله الشمري قال فيها ان العملية التي انطلقت بتوجيه من الكاظم بمشاركة عمليات صلاح الدين وسامراء وديالا وكاركوك والفرق المدرعة التاسعة والقوات الخاصة بمساندة وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات السوات اضافة لقطاعات الحجد الشعبي تمكنت من استهداف رقعة جغرافية بمساحة 4853 كم مربعا دمرت فيها عشرات الاوكار والاعتدة ومعامل التفخيخ وتطهير 89 قرية في جميع محاور العملية من دنس الارهاب دماء الشهداء والجرحة كانت قربانا غاليا في سبيل الحفاظ على امن هذه الارض وضرب بيدا من حديد لكل من يحاول العبثة بسيادة العراق ولم يهدأ لهم بال الا بالقضاء التام على كل الارهابيين والمتربصين بالعراق والعراقيين وتدمير قدراتهم قرارات حاسيمة هي اذا وعزم ليالين وقوة تضرب فوق اعناق الارهابيين هي ولا شك من عزم الكاظمي الرجل الذي ولد من رحم المؤسسة الامنية العراقية اشتركوا في القناة